موسيقى 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 هذه الدورة الحقيقة حول القانون المالي لأن أصبح اليوم قانون مالي والموقف ديالتحاد العام إزاء هذا القانون المالي هو أنه أولا وقبل كل شيء أنه إحنا ترجمنا الأمال والتطلعات ديال المقاولة على صعيد القانون المالي اللي هو بالطبع الحياة الاقتصادية ديال سنة تنفيذ السياسات العمومية في سنة المقاولات اليوم الهاجس الأساسي ديالها هو السيولة إذن طرقنا مع الحكومة قبل القانون قبل اللي توضع ضمن المساطر المصادقة تشريعية يعني قبل اللي توضع في البرلمان أنه تفقنا مع الحكومة من خلال واحد منصة تفاعلية اللي هي تجسدك الشراكة مع الحكومة تفقنا على أولا على ثلاثة ديال الإجراءات مهمة بالنسبة للمقاولة واللي كتمه هذه الإجراءات تعديله برمته تعديله قانون مالي برمته بالنسبة للمقاولة هي أولا أجل أداءات تقليص أجل أداءات والإرجاعات الضريبية وعلى رأسها الإرجاعات ديال المصدم ديال الضريبة على القيمة المضافة لمدة سنوات وهذه التفقنا عليها والمسألة الثالثة هي التزام الحكومة وأقول التزام الحكومة بأنها ما تعودش إنتاج هالتراكمات هالتراكمات اللي فيها انزلاقات بالنسبة للمقاولة مرة أخرى إذن اليوم إحنا أمام وضوح وهذه المسألة التي زمت الحكومة راقبناها على صعيد الفريق ديال الاتحاد العام المقاولة المغرب على صعيد الميزانية مشروع الميزانية أنها ترصدت لها اعتمادات من أجل إرجاعاتها الضريبية إذن هذه المسألة الأساسية لأن اليوم الاتحاد العام يعملوا على واجهتين يعمل الواجهة ديالديمقراطية التشاركية عبر العمل مع الحكومة قبل القانون المالي قبل المشروع قبل وضعه وكذلك الفريق البرلماني لأنه كتوفر على فريق برلماني منه كتحط في المساطير ديال المصادقة فكيعمل كذلك وكنحاولوا في إطار الديمقراطية التمثيلية وهنا كنحاولوا لقاودة التقائية بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية قانون مالي أساسا هو قانون مالي عنده توجه لهو اجتماعي بالطبع اجتماعي فيه ثلاثة المسائل فيه أولا القادية ديال التشغيل فيه القادية ديال التعليم وفيه القادية ديال الصحة وكل وحدات رصدت لها موارد مهمة 860 مليار ونص تقريبا يعني بخمسات المليار أكثر بالنسبة لسنة الفريطة بالنسبة للتعليم كذلك 28 مليار ونص تقريبا بالنسبة للصحة وكذلك تقليص الفوارق الجهوية هو المحور الثاني اللي فيه كذلك اعتمادات مهمة بالنسبة للجهة فيها الرفع من الضريبة ديال الشركات وبالنسبة للدخل من ربع إلى 5% المساهمة في الجهة وكذلك الميزانية اللي تعطات كذلك من طرف الميزانية العامة الجهات كذلك ترفعها تقريبا 8 مليار ونص لهذه السنة وكذلك المسائل المتعلقة بالاستثمار وبخمسات المليار تقريبا أكثر من السنة الفريطة ودعم المقاولة اللي فيها هذا الإجراء المهم بالنسبة للمقاولة الصغرى اللي هو تقليص من ضريبة على الشركات من 20% إلى 17.5% وهذا نعتز به ولكن اللي مهم في هذه المسائل كلها هي أنه تفقنا مع الحكومة أنه سنعقد مناظرة حول الجيبيات يوم 3 و 4 مي اللي سنكون لدينا باش نكون واحد الرؤية اللي هي متقاسمة مشتركة مع الحكومة من أجل أنه اللي ستكون المخرجات ديالها هو الجانب يعني ديال العدالة الاجتماعية لأن الجيبيات هي نوع من العدالة لأنك تدير توزيع توزيع التروة فاللي ستكون هي الدعامة الأساسية ديال النموذج تنموي بالطبع مع المخرجات ديال المناظرة الحماية الاجتماعية اللي فاتت وكذلك المخرجات اللي ستكون ديال المناظرة حول تشغيل اللي غدا تكون أكيد أنها غدا تكون إن شاء الله في الأشهر المقبلة وإحنا كندعوه كذلك إلى مناظرة أخرى حول القطاع الغير المهيكة لأنه يمثل في نفس الوقت فرصة وفي نقص تهديد بالنسبة للاقتصاد الوطني وهذه يعني كل هذه غدا هي تقريبا الرؤية المشتركة ما بين مكونات المجتمع كله المغربي واللي خاصة يكون عندنا فيها موقف موقف اللي كله غدا يكون كما قلت اللي غدا يبني يساهم في بناء هذا النموذج النموذج المأمول قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في لشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر